السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد مسلم بالحزمان عازمي بسيطان قريبا كويت المعروفين ونطره معروف ما يحتاج انعذر عنه أبوتيمة تسعة ولي طبعا طبعا من أفضل المعالجين عندنا ولي عالف الطير عندي هذي شهانة عندنا شمسوا بيها أبو يوسف؟ هذي طبعا عملك فيها مدهنة وفيها واحد نعم دي مسكر وليم بي ندهنة الحين إن شاء الله وحنا على الله ثمنا اتجاه الله خير أخونا وأبران هذي نعلمنا إن شاء الله هذي نعم نعم ولانا غنيين عنه وبنبدأ المجهود وباقي على الله سلامة سلامة خلي 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 أدرب رقع حمد أدرب رقع حمد تخلي ديك؟ موزة برقع حمد نخلص بك نخلص بك دايم يبغى تدق المدهنة شون تعرفنا موزة والله من تشوف ريش أول شي وتشوف المدهنة تشوف ما مندهن هذي المدهنة هذي الصفرة هذي الصفرة هذي في بعضهم يشلع يشلعه ويدلكها في الملح حنا فالقيق نبيندقها ونبين الله تعالى إن شاء الله يقد يشارها طبعا شوي شوي ونقصد الدم يطلع لا تلحمه حيلا وما يمنع أنك يخلص يدلك المدهنة في الملح الملح ما يرغم بالعكس في الزلة هاتش طيب شوي شوي يطلع الدم هاتش طيب شوي هاتش طيب شوي هاتش طيب شوي دقينا مدهنتها ونبيندلك المدهنة بالملح هذي هذي المدهنة هذي الريشة هذي صفرة هذي وهذا الدم قاعد يطلع هاتش طيب شوي يقولون قبل الشيبان برقحها الطير في بورقع يقدر يخذ من مدهنته وتنسرها ايه ايه لا احنا احنا بيشوف الحمد اللي من العام هذي انطعتني شوف هذا الحمد هذي تقدر تنسرها هيت شيله تقدر تشلحها هاها اه ها قدر أقصها وركبها هذي شيئة هاي شونه تبيه تشلحها مو حسن لا تسكر العين عنا المقصد بس البيه يمسك عشان اجا وقت حله بتسحبه. هل يمكن أن تسحبه؟ هل يمكن أن تسحبه؟